موسيقى أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي بين المجلسين انطلاقاً من حرص مملكة البحرين على دعم التعاون الأسيوي وفتح أفاق التنسيق والتفاهم والاستثمار الأمثل لفرص التنمية والحاث على بحث التحديات والقضايا ذات الأولوية التي تهم الشعوب والدول وتخلق التطلعات الناتجة على التفاهم والشراكة المستدامة سنتطرق في حلقة اليوم إلى الحديث حول جهود السلطة التشريعية في مملكة البحرين والدفع بها في إطار الدبلوماسية البرنامجية بغية تعزيز التعاون البرلماني الأسيوي التي تصب لرفع مستوى الدور المؤثر للجمعية البرلمانية الأسيوية وتمكنها من تحقيق أهدافها الواسعة لتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في آسيا والعالم وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا في ستيديو مركز الأخبار سعادة النائب أحمد السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الأسيوية رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة نائب رئيس الوفد البرلماني البحريني أهلا بك في ستيديو بين المشلسين طبعا نتطلق في البداية إلى أهمية المشاركة في مشاركة الشعب البرلمانية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الأسيوي في البداية طبعا نشكرش على هذه الاستضافة وأكد أن جلالة الملك دائما يدفع بتفعيل التبلوماسية البرلمانية ويحثنا أن نكون لنا دور ونكون مشاركين في هذا اللقاء الأخير معالي رئيس مجلس النواب كان على رأس الوفد مملكة البحرين لحضور اجتماعات الجمعية البرلمانية الأسيوية العامة والتي تكون اجتماعات سنوية الهدف منها أن ملخصات الاجتماعات طول مدار السنة يتم ناقشتها واعتمادها في هذا الاجتماع فمجلس النواب طبعا يبدو أهمية كبيرة في أن يكون عنده علاقات دولية وإقليمية وخصوصا اليوم نحن نشوف المستقبل في القارة الآسيوية اليوم الجمعية البرلمانية الآسيوية هي تجمع الوحيد الذي يجمع دول آسيا في تجمع يكون على مستوى برلماني الاجتماع الأخير كان في حضور من عشر رؤساء برلمانات في آسيا وهذا التجمع في حد ذاته يعطي ثقل ويعطي أهمية لدور الجمعية البرلمانية الآسيوية ودورها المستقبلي لجميع هذه الدول الآسيوية تطمح لأنه يكون فكان بالفعل هناك حضور من أكثر من ثلاثين دولة شاركت من دول آسيا في هذا التجمع وكان فيه اجتماعات لحق الأربع اللجان الرئيسية اللي هي اللجنة المالية وتم فيها اعتماد سبع مواضيع تم مناقشتها في السابق وأيضا كان فيه لجنة الميزانية وتم اعتماد الميزانية وكان فيه لجنة السياسية وكذلك اللجنة الاجتماعية والتالي تم اعتماد أيضا مواضيع اللي تم تطرق لها وتكلم فيها في الأشهر اللي سبقت هذا الاجتماع العام نعم سيد أحمد لو نتحدث نظل في هذا السياق ما هي أبرز القضايا أو المواضيع الرئيسية التي تم التحدث بها أو طرحتها الشعبة البرلمانية خلال هذا الاجتماع احنا طبعا ابرز يعني المواضيع ان احنا نتكلم شون يكون هناك استدامة واستدامة ما بين دول اسيا في يعني الاقتصاد في الامور السياسية والكثير من المواضيع اللي يعني تم التطرق له شون يتم يعني مثلا على سبيل المثال في اللجنة المالية او اللجنة الاقتصادية كان شون نحن نتكلم عن الاقتصاد الاخضر واهميته شون نتكلم عن الاستفادة من التقنيات والتحول التكنولوجي وربط الدول الاسيوية فيما بينها فيما بين بعض فهذه المواضيع احنا لما نتكلم فيها ونتناقش فيها على حضور 30 اكثر من 30 دولة من اسيا يعطيها ثقل ويعطي ان احنا من خلال هذا التجمع نقدر ان احنا نبلور ان احنا نطلع بخطة متكاملة مشتركة لكل دول اسيا موجودين هناك ان احنا نطور فيها سواء نحتاج فيها تطويرات تشريعية في بعض الاحيان او ان ننسق الافكار فيما بيننا او ان بذل ما نكون فيه تنافس او فيه ان اختلاف ما بين الدول انه ما يتوصلون ان يكون فيه بالضبط يكون فيه تكامل وان احنا نكمل بعضنا بعض وهذا ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع ايضا يعني تم التكلم عن في اللجنة الاجتماعية ان هناك ضرورة ان يكون فيه لجنة اسيوية للعائلة والمرأة وهذا شيء طلعنا فيه جديد ان هناك اهمية ان يكون جميع الدول القارة الاسيوية يكون فيها دور العائلة والمرأة متوازن فيه تجارب موجودة في دول يعني مثل مملكة البحرين واحنا افتخرنا في هذه التجربة وعلناها ان احنا وصلنا يعني عندنا المجلس العلاء والمرأة ودور المرأة في مملكة البحرين يعني صارت تجربة يجب ان تعكس في هذه الدول وبين الدور الموجود فيها وايضا في الوفد البحريني اللي كان موجود هناك تمثيل للمرأة سواء برلمونيكان او على مستوى مجلس الشورى وهذه الشيء اللي احنا كنا نتكلم فيه وضرورة تفعيل هذه يعني الانجاز البحريني وعلى مستوى في دول آسيا فتمت الموافقة على ان يتم هناك يعني اعداد لجنة وتكون مختصة فيه في المرأة وتدابير والاستراتيجيات والافكار انه فعلا يتم للعائلة او المرأة دور اكبر في التمثيل وشوف شلو الاحتياجات اللي هم يتكلمون فيها ايضا اللجنة السياسية طبعا اكدت موقف مملكة البحرين وكان فيه فقط موضوع واحد وموقف كل الدول من القضية الفلسطينية وان احنا يعني اكدنا في البيان ايضا انه يجب وقف الفوري لأي يعني نزاع وكون هناك يعني اعادة تأهيل لدولة فلسطين وانهم يرجعون حسب الاتفاقيات اللي كانت موجودة فيها ايضا هذه الشيء تم تأكيده وتم وناقشته وطلع فيها البيان فهذا لما يكون يعني كل الدول مجتمعة على اختلافاتها وعلى اختلافات يعني اللغات اللي موجودة فيها والأديان وتتفق على هذا النوع من المواضيع هذا يعطي ثقل ثقل على المواضيع اللي تم طرحها ويكون ثقل اقليمي يعكس بالتالي فيها وكذلك تجمعنا لما نتفق فيه على مواضيع ايضا في يعني الاتحادات الاخرى مثل الاتحاد الدولي والاتحادات البرلمانية العربية وهذا يكون احنا عندنا رؤية موحدة نتكلم فيها بصوت واحد فبالتالي تشوفين مواضيعنا يكون لها حضور ويكون لها قوة ويكون لها انجاز بإذن الله تعالى نعم بالطبع اذا الاتحاد البرلماني الاسيوي يمتلك العديد من الاهداف التي يسعى الى تحقيقها اليوم كيف ننظر الى او نقرأ دور مملكة البحرين في تحقيق هذه الاهداف من حيث الجهود التي تبذل لتحقيقها احنا لله الحمد يعني مملكة البحرين يعني من اوائل اللي اشتركنا في الجمعية البرلمانية الاسيوية ونعتبر من المؤسسين مع الدول الاسيوية واليوم احنا عندنا دور مهم وهو ايضا مشتركين فيه مع ست دول غير مملكة البحرين والبحرين اللي لها يعني اولوية وقوة وحضور في هذا الشي ان احنا نعيد صياغة اللي هو الميثاق العمل في الجمعية البرلمانية الاسيوية الجمعية البرلمانية الاسيوية اول تأسيسها كانت جمعية الاسيوية لعجل السلام بعدين هم طوروها وسووها على مستوى برلمانات ويكون برلمان الاسيوي اللوائح والقوانين ما تخدم التحول اللي موجود فيه ولا تخدم حجم الدول وهميتها اللي موجودة فيها ففي هناك ادت امور تحتاج عادة صياغة وعادة مرة اخرى طرحها وتم التصويت عليها على اساس تعطي الجمعية البرلمانية الاسيوية قوة وثبات وبالتالي ممكن تتحول لبرلمان اسيوي ايضا ويكون لها ثقل اقليمي ويؤثر على يعني البرلمانات الاخرى سواء في البيانات او سواء حتى في المشاريع والافكار اللي تطرح فيها من خلالها فتم مناقشة هذه البن وتم اتفاق انه يتم الانتهاء فيه ان شاء الله بدنا الله في هذه السنة القادمة وبن خلال دور مملكة البحرين وخبرتها وخبرة مجلسنا والامانة العاملة موجودة عندنا مع الدول اللي احنا موجودة راح يعني نطلع بصيغة توافقية يكون تعكس المرحلة اللي احنا موجودين فيها والمرحلة ايضا مستقبلية اللي احنا نطلع فيها لهذا الكيان وهذا التجمع الاسيوي الوحيد اللي موجود وفي نفس الوقت انه يكون الكل متفق عليه فان شاء الله يعني دورنا في هذا الشيء راح يعكس يعني مدى خبرة مملكة البحرين في صياغة هذه المواثيق وعادة النظام الاساسي للجمعية ويكون النظام متوازي يعادل ويساوي ما بين جميع الدول ويكون جميع الدول تحس في تمثيلها انها حصلة حقوق التي تطمح لها سعادة الناب احمد السلام تفضل بالبقاء معنا لمتابعة هذا التقرير الذي يتحدث عن مشاركة اعضاء وفد الشعب البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الاسيوية وذلك والمنعقد ضمن اعمال اجتماعات الجمعية في جمهورية اذربيجان تم استعراض تقرير الامان العام الجمعية والنظر في مشاريع القرارات التي اوصى بها المجلس التنفيذي التقني او الثاني متضمنة عدة قرارات نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البرلماني الاسيوي اذربيجان يسترون ان تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية اهلا بك سعدت الدكتورة بداية ما هي اهمية هذه المشاركة البرلمانية في ضوء طبعا ما جرى من مناقشات من خلال موضوعات ذات اهمية المشتركة اهلا وسهلا اهلا فيكم وشكرا على هذه الاصدافة وايضا تحياتي وتحيات الشعب البرلمانية طبعا هناك اهمية كبيرة لها المشاركة البرلمانية لانه من خلالها احنا نأكد على حرص السلطة الشريعية في مملكة البحرين على تعزيز جهودها ضمن الدبلوماسية البرلمانية طبعا هاي الدبلوماسية البرلمانية هي جزء لا يتجزع من الدبلوماسية الرسمية اللي تبذلها الحكومة الموقرة وتأتي ايضا هذه في اطار السياسة الخارجية الثابتة والمتزنة لمملكة البحرين للتعاطي الايجابي المثمر مع مختلف القضايا ومختلف الملفات ذات الاهتمام الاقليمي والعالمي المشترك طبعا من خلال هذه المشاركة في اعمال الجمعية البرلمانية الاسهوية واجتماعات لجانا متخصصة فاحنا كشعبة برلمانية بالدرجة الاولى نؤصل لمبادئ دولة المؤسسات والقانون بحيث يجب انه تنطلق كافة المساعي على قواعد وعلى اسس تشريعية وقانونية وتوفر نظم وتطبيقات تنفيذية تكون منضبطة وتكون ايضا خاضعة للحوكمة والاستدامة في ذات الوقت فهذا يعني انه طبعا التشريعات والقوانين هي اساس استدامة اي مبادرات واي مشاريع تنموية عادة تشهدها البلدان بالتالي ايضا نستطيع ان نطور منظومة التنمية بشكل عام فهذه هي موضوع اهمية المشاركة البرلمانية نعم دكتورة ابتسام مشاركتكم ضمن اجتماعات تنسيقية ونقاشية لموضوعات متنوعة كانت تتعلق بالتنمية في مختلف انواعها بل ان بعضها تطرق لموضوعات محددة ودقيقة او متخصصة في دور المرأة في المجال التشريعي حدثينا عن ذلك بطبيعة الحال مشاركتنا احنا كعضوات في السلطة التشريعية في اعمال الجمعية البرلمانية الاسوية دائما يأتي كتأكيد على الجهود البارزة والمتميزة التي تقوم فيها المرأة عموما وتبين اسهاماتها في كافة المجالات وخصوصا التشريعية منها ايضا الى جانب ترسيخ مكانتها والمستوى الذي وصلت اليه المرأة في البحرين حيث قدمنا من خلال هذه المشاركة تجربة البحرين في دعم برامج تمكين المرأة طبعا المرأة في البحرين تجاوزت التمكين ووصلت الى التقدم والريادة باعتبارها ايضا هذه من التجارب الرائدة والمتميزة على مستوى جميع الدول خصوصا مع استدامة العطاءات الوطنية التي تقدمها المرأة لإبراز دورها الفاعل في المسيرة التنموية للمملكة بقيادة صاحب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد وضع الله ورعاه علاوة على ذلك أيضا كنا ندعو المرأة في مختلف المجالس التشريعية للانضمام تحت مظلة التي هي منطوية تحت مظلة الجمعية ندعوهم للانضمام في هذه المؤتمرات من أجل تبادل التجارب وأيضا نستطيع أن نطلع على الرؤى التي تطرح لكي نطفي المزيد من التقدم للمرأة في مجالات ريادتها وتميزها حاليا في مملكة البحرين إذن نحن نستفيد من هذه التجارب ونستفيد من هذه الرؤى من أجل تقدم وتنمية أكثر الخلاصة أن المرأة البحرينية طبعا لديها بصمات في شتى المجالات فحضورها في المحافة البرلمانية سوف يؤكد يعني يأتي من الممارسة حضورها في المحافة البرلمانية يأتي من يعني تأتي هي من قاعدة قوية يعني مبنية على مبنية على أسس تنموية وعلى أسس تنظيمية لا ننسى دور المجلس الأعلى للمرأة فإذن هناك كفاءة وقدرة في التداول والنقاش في موضوعات في جميع الموضوعات سواء الاقتصاد الاستثمار دعم سبل الأمن والاستقرار النماء والازدهار غيرها كثير يعني المرأة البحرينية أثبتت موقعها أثبتت أنها تحتل موقع عالي جدا ومتميز ولا ننسى العدد الكبير من الوزيرات الموجودين اليوم في الحكومة الموقرة وهذا كله يدل على ما وصلت إليه المرأة اليوم في مملكة البحرين نعم إذن الحرص المتلامي من جانبكم للمشاركة في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الدولية كيف ينعكس ذلك على مكانة وصنعة مملكة البحرين وما هو المردود الملموس من ذلك هذا طبعا سؤال مهم جدا في البداية نحن كمملكة منفتحين بحسب منهج جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والسياسة الخارجية أيضا للمملكة باعتبارنا نحن جزء من المنظومة السياسية جزء من المنظومة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية إقليميا ودوليا ونظرا لمتطلبات التعاون والعلاقات المتعددة مع جميع الدول فإن وجودنا ومشاركتنا الفعالة في هذه المحافل طبعا لها عدة دوافع أساسية أولها أن نعمل على توحيد الصف والموقف والذود عن مصالح المملكة وأيضا التنسيق خاصا مع دول الخليج العربية لنتخذ موقف واحد سواء في الملفات المتداولة خاصة التي تمس أمن واستقرار واستدامة التطور والنمو في المملكة ومن خلال بناء أيضا تحالفات مع الدول وتوطيد هذه التحالفات بالإضافة إلى تعريف العالم بالإنجازات الحضارية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك المؤظم وأيضا تبادل التجارب والخبرات استقطاب المبادرات التشريعية التي تطور من مخرجات العمل التشريعي وطنيا وطبعا هذا بالتالي ينعكف على جودة العمل الوطني بشكل كامل نعم إذن الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الأسيوية شكرا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عودة إلى ضيفي الكريم سعادة أناب أحمد السلون طبعا أبدأ بما انتهت إليه انتهت عنده الدكتورة ابتسام التي ذكرت بأن لهذه المشاركات أهمية كبيرة في تعزيز مكانة المملكة وأيضا لدورها الإقليمي والدولي إذن ما أهمية هذه المشاركات في تعزيز دور مملكة البحرين في المنطقة الأسيوية طبعا هذه المشاركات يعني مهمة أن أنت تقدرين تلتقين فيها مع أكبر عدد ممكن من البرلمانات التي وهي موجودة وهي خصوصا في القارة الأسيوية في حالة التي نزلناها وهذا يعطي المجال أن أنت تقدرين توضحين موقفك توضحين الأفكار التي تملكينها القرارات كثيرين من الأمور رغم يكون عندهم فكرة مختلفة عن ما هي حقيقية موجودة لما أنت تروحين تتكلمين وتوضحينها لهم يتغير موقفهم بالكامل وبالعكس يكونون دائمين ومشجعين حق هذا الشيء أيضا نحن وجودنا مع دول مجلس التعاون في هذا الجمعية البنرمانية الأسيوية يضعنا أن نحن مع مجلس التعاون شكلنا فريق تنسيقي نجتمع فيها مسبقا قبل ما ندخل الاجتماعات من خلالها نسق أدوار الخليجية واحتياجاتها والأفكار ونكون موقفنا موقف واحد وأيضا هذه اللجنة عندها أصدقاء من الدول الآسيوية اللي ممكن من خلالها أن نشرح وجهة نظر الخليجية لهم وبالتالي هم يتبنونها فبالتالي لاحظنا أن من كثير ما نجتمع معهم وننسق هذه الأمور صار هناك تفاهم وانسجام ما بيننا ما بين الدول بشكل عام وأن أكثر المواضيع اللي نحن كنا نحب أن نمررها وتكون ذات أهمية كانت بسهولة أن نقنع فيها الأطراف ونتفق عليها كانت في السابق تأخذ وقت كثير ودورة ودورة على سبيل المثال إحنا كان عندنا في مملكة البحرين استضافة حق اللجنة المالية في شهر مايو الماضي من خلال هذا الاجتماع استطعنا أن نأتمد سبع مواضيع اللي كانت موجودة وهذه كانت المواضيع تاركة قديمة كانت تنقل من مجلس لمجلس لكن بالتفاهم والتنسيق والزيارات المتبادلة وإيمانهم بدور مملكة البحرين لها دور ودور مميز وعندها خبرة لازمة هذا الشيء عطاننا أننا فعلا استطعنا ننسق معهم واستطعنا يكون لنا صوت وصوت مسموع معهم ليس فقط في برلمان أسوي أيضا في البرلمانات الأخرى والتحدات الأخرى أننا كفريق نقدر أن نوصل كلمتنا ونتفق على مواضيع ونوصلها أيضا هناك لهم فهذه العلاقات أنا أشوفها علاقات مهمة وضرورية وأيضا تفعيل اللجان الصداقة وهذا ما تم أيضا التناقش فيه أنه يتم هناك ليس فقط أن يكون تجمع في الجمعية الآسيوية أيضا هناك لجان صداقة برلمانية ما بين هذه الدول يجب الاستفادة منها وتكون بعد لجان صداقة مهنية أكثر أو نوعية أنه ما تكون فقط يعني كعضاء أن يروحون لها يكون أيضا في اللجان اللهم يمثلونها فإذا كانت في اللجنة المالية أو اللجنة الاجتماعية أو اللجنة الآمن أو اللجان الموجودة يكون لعضاء يروحون من هذه اللجان يحاولون ينسقون الأفكار والمواضيع والمشاريع الموجودة بينهم ويستفيدون من خبرات الطرفين لأن هذا الشيء يسهل العملية التراكمية التي هي موجودة لها برلمانية وبالتالي نأكس على الشعوب بشكل أفضل أنهم يقدرون بشكل أسرع أنهم يوصلون لهم أفكار أفضل إذن في ختام هذا اللقاء أشكر سعدة ناب أحمد السلوم نائب رئيس الجامعية البرلمانية الأسيوية رئيس لجنة الشؤون الاغتصادي والتنمية المستدامة نائب رئيس الوفد البارلماني البحرين شكرا جزيلا لك على هذا شكرا زل المشاهدين معكم إلى نهاية هذه الحلقة أشكر لكم حصنا المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا